هكلم حضراتكم طبعاً في خارطة الطريق بالنسبة للنادي الأهلي خصوصاً طبعاً مع بداية منتخب مصر الأوليمبي مشواره في الأوليمبياد متقاطع طبعاً مع دوري والأهم كمان إنه حتى المعادل اللي قرر فيه كابتن شوقي غريب إنه يسافر لتوكيو يتعرض إن شاء الله إن شاء الله نتمنى إنه يتعرض يعني هنا نتمنى إنه يحصل تعرض بينه بين معادل نهائي دوري الأبطال اللي حدده التحاد الأفريقي اللي هيكون يوم 17 يوليو إن شاء الله وإن شاء الله الأهلي يكون خاضر فيه طبعاً 17 يوليو معادل دوري الأبطال النهائي 16 يوليو هو التاريخ اللي حدده كابتن شوقي غريب عشان بعثة منتخب مصر الأوليمبي تسافر إن شاء الله قبل بداية أوليمبياد توكيو تقريباً بحاولي أسبوع للأوليمبيكس هتبتدي 23 يوليو فبالتالي ممكن يبقى فيه تعرض خصوصاً زي ما حضراتكم عارفين إحنا عندنا 6 عناصر منهم أساسيين ومنهم كان ليهم دور حقيقة مهمة جداً مع النادي الأهلي الموسم الحالي هنتكلم كمان على طاهر محمد طاهر اللي خرج من معسكر المنتخب الأوليمبي بداية الإصابة إن شاء الله نتطمن على طاهر ويمكن كابتن شاوية هيستدقيه مرة تانية يعني هنلعب مطشين مع جنوب أفريقيا 10 و13 هو برى الحسابات هو عمر مرموش المحترف المصري في صفوف المنتخب الأوليمبي هما الاثنين خارج الحسابات في المواجهة الأولى اللي هتجمع منتخب مصر الأوليمبي بجنوب أفريقيا يوم 10 لكن إن شاء الله من الورد جداً إن شاء الله نتطمن طبعاً عليهم الأول ومن الورد إن هما يشاركوا مع منتخب مصر في مواجهته التانية يوم 13 إن شاء الله مع المنتخب الأوليمبي